اشتركوا في القناة الاستراتيجية المتطورة كما أعرب الجانبان عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان للدور السعودي والبحريني في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والاقليمية والدولية والإنسانية والجهود البارزة في ترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي والسعي الدعوبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أكد الجانبان على دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري وجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني والإشادة بقرارات وتوصيات القمة العربية الثالثة وثلاثين وما تضمنه إعلان البحرين من مبادرات تنموية واستضافة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة وضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة وشهدت جلسة المباحثات الرسمية توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أكدت على تعزيز المصالح المشاركة بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتشجيع تبادل الخبرات المعرفية والدبلوماسية والوفود البرلمانية بين الجانبين والسمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشارك وعقد لقاءات ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على همش المشاركات الإقليمية والدولية وتبادل التعاون في شتى المجالات التي تخص الأمنتين العامتين بالمجلس تأتي هذه الزيارة لما تحظى به كل الدولتين من أخوة وعلاقات تاريخية راسخة ما بين البلدين لا شك أن المملكة العربية السعودية تشكل عمق استراتيجي للقمة العربية والإسلامية وهي أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين طبعا تأتي هذه الزيارة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الدور النيابي للبلدين لما يهم الشعبين الشغيقين وتحسين معيشة المواطنين كنا قبل أن نأتي لتوقيع هذه الاتفاقية في جلسة للحديث عن العلاقة وعن الجوانب الأخرى المتصلة بالمجلسين والحمد لله على أفضل حال لأن المصلحة واحدة والعمل الحمد لله متفق قديما والآن وإن شاء الله يستمر على هذا المنوال وقد وقعنا هذه الاتفاقية والعلاقة بين البلدين وهذه الاتفاقية يعني تهيئ لجوانب أخرى تحدثنا عنها أيضا منذ قليل ما هي الجوانب التي من خلال توقيع هذه مذكرات التفاهم والتعاون تفتح لنا عفاق وتحرك العلاقات القديمة التي موجودة ونعمل سويا على أن تستمر وأن تكون إن شاء الله في الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر